مرحبا كيفكم معكم سلو من قناة الواني تيوب فيديو اليوم رح اتكلم فيه عن قناة شفا بس قبل ما نبدأ تابعوني على الانستجرام الرابط بتلاقوه بصندوق الوصف وبأول تعليق وكمال ما تنسوا تعملوا لايك كبير للفيديو وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات ويلا نبلش اكيد كتير منكم بتابع قناة شفا اللي محتواه محتوى مخصص للأطفال واذا ماكنش بتابع فاكيد في حد من البيت عنده بتابع هاي القناة او سمع فيها بيوم من الايام لانه ما في مجال خاصة انه هاي القناة عدد الناس اللي بتابعوها تخطى 30 مليون مشترك انتم متخيلين يا جماعة شو يعني 30 مليون مشترك؟ يعني تقريبا زي عدد سكان السعودية لحالها يعني شفا صارت دولة بحالها من عدد المشتركين فيها واللي ما بعرف هاي القناة فهي قناة بتظهر فيها طفل اسمها شفا عمرها 9 سنين باس وظيفتها في القناة هي التمثيل يعني شفا مجرد ممثلة بيشرف عليها عدد من الاشخاص اهمهم امها واختها ومن جديد صار يزهر معها اخوها بالفيديوهات وهاي القناة صار عليها مسئولية كبيرة عشان صار يتابعها عدد كبير جدا من الاطفال ولأصل المحتواها موجه إلهم فلو رحنا للقناة وتفرجنا على الفيديوهات رح نشوف انه هاي الفيديوهات بتخاطب عقل الطفل وبصراحة لها تأثير كبير كبير جدا على اطفالنا ورغم هاي المسئولية الكبيرة اللي بتحملوها المشرفين على شفا إلا انهم في كل مقطع إلا ما يعملوا شغلات فيها اخطاء تربوية كبيرة ومن منطلق حرصنا على سلامة اطفالنا اعملنا هذا الفيديو حتى نوضح للامهات والآباء خطر بعض الأفكار اللي بتنشرها قناة شفا وبتعلمها لأطفالنا من خلال الفيديوهات التمثلية واللي بقلدوها ولادنا بدون وعي أو إدراك للخطر ولو بدنا نعمل إحصائية لعدد الأخطاء التربوية اللي بتبثها القناة مش حنخلص منها في فيديو واحد لأنها كتيرة ومش مرة ولا مرتين وبكفي اني أذكركم بفيديو شفا قررت تزوج واللي حزفوا القائمين على القناة بعد الضجة والانتقاد الكبير اللي توجه لقناة شفا على قنوات اليوتيوب التانية واليوم رح أتكلم عن سلزلة فيديوهات نزلتها قناة شفا من بداية شهر رمضان لحد اليوم وراح نشوف شو طبيعة الأفكار اللي حابة قناة شفا تزرحها بعقول أطفالنا وكمان رح نشوف الجانب الإيجابي في القناة حتى ما نظلمهم وأول مقطع معنا اليوم في هذا الفيديو هو شفا تشتري مقاضي رمضان لحد الآن عادي ما في أي شيء طفله بتشتري أغراض لشهر رمضان الفضيل وهنا فيه إشي ملفت عملة شفا وصراحة هاي الشغلة بتتسجل للقناة لما خلت شفا تتبرع بمبلغ وحكت ليش عملة هيك لازم نتصدق رمضان وهنا لازم نوقف شوي لأنه هنا بتعلم الأطفال حاجة كويسة كتير وبتحث أطفالنا على التبرع والعطاء والتصدق بالمال اللي المحتاجين خلونا نكمل باقي الفيديوهات ونشوف المقطع التاني شو مخبي لنا مفاجآت لعله وعسى يطلع كله حلو هيك في هذا الفيديو شفا بتمثل كيف البنات بيقضوا شهر رمضان ومن بين هاي النماذج بتعرض أنواع مش لازم تعرضها أصلا لأنها قناة مخصصة للأطفال يعني الطفل هو اللي رح يشوف الفيديو وهو اللي رح يتأثر فيه ورح يقلده مش حيعرف هذا المقطع صح أو غلط ولا فرق إنه تمثيل أوجات فأول نوع عرضته شفا كان البنت الكسولة اللي بتضلها نايمة طول النهار وبتقوم على أدان المغرب وما بتساعد إمها في البيت شفا قومي ساعديني ماما فيني نوم ماما بتريد النام الله يهديك الله اوه أبرا وهذا غلطين يا عود يعني ممكن نتقبل من القناة تخاطب جمهور أكبر في العمر لأنهم معيين وعارفين إنه هذا خطأ مش لازم يصير والمصيبة بأنهم عرضوا أول مقطع يعني بداية بتبشير بخير ما شاء الله تبارك الله خليوني نكمل المقطع تبع شفا الله يتقبل صلاتي بروح اقرأ قرآن هل سنة إن شاء الله بختم القرآن عشر مرات هنا بتعرض شفا نوع تاني من أنواع البنات وهو البنت اللي بتقضي يومها ذكر وعبادة وصلاة وقراءة قرآن وهذا الإشي طيب وحلو كتير وبيزرع في أطفالنا حب الصلاة والعبادة وقراءة القرآن من صغرهم وطبعا كلنا بنعرف أن العلم في الصغر مثل النقش على الحجر يعني أي معلومة بيخدها الطفل وبيستقبلها بيخزنها عنده وبتضلها معا لحد ما يكبر وهذا اللي بتحكي عنه في هذا المقطع اللي رح تشوفه كمان شوية واللي أنا أساساً عملت الفيديو كله عشانه خلونا نشوف المقطع ونرجع نعلق عليه يعني أول شي شفا الصاي ما بتروح لمنطقة وما بيشوفها فيها حد وبتتخبأ وما بدها حد يشوفها عشان تاكل وتشرب وتفتر في رمضان صحيح هو لسيام مش مفروض عليها لكن من المستحب إنه نعود أطفالنا على صيام رمضان ونشجعهم على هذا الشي لكن اللي عملة تشوفه في هذا الفيديو صراحة مستفز ومستفز كتير وخطأ الأطفال يشوفوه يعني أول شي تعلموا الأطفال إنهم لما بدهم يعملوا إشي خطأ وهم عارفين إنه خطأ يروحوا يتخبوا بمكان بعيد ما يشوفهم في حدا ويعملوا اللي بدهم إياه وثاني شي إنه عادي يفتر في نهار رمضان وهاي الفكرة بحد ذاتها مصيبة والإشي الثالث لما شفتها أختها وانصدمت بإن إنها فاترة فجاوبت شفها إنها نسيت وكذبت على أختها وبهيك تعلم الطفل من هذا المقطع ثلث دروس يتخب عشان يعمل الإشي الغلاط ويفتر في نهار رمضان ويكذب لما بده يطلع من موقف محرج ما شاء الله يا قناة شفها بدي أول الله يهديكم وبس خلونا نكمل المقطع ونشوف النوع اللي بعده من أنواع البنات في شهر رمضان حسب قناة شفها اليوم بشوف كل المسلسل سمو سمو حفظة أكيد كلكم بتأيدوني في إنه هذه المقاطع برضو خطأ تنعرض للأطفال والأصل نركز كصانعي محتوى للأطفال في شهر رمضان على المقاطع اللي بتحث على العبادة والصلاة وطبعا عرضت شفها في نفس الفيديو أنواع تاني من البنات في شهر رمضان معظمها سيء ونوع واحد أنا شفته منيح والمصيبة ما بيّنوا إنه هذا النوع صح أو خطأ وقناة شفها متل ما بنعرف هي أكبر قناة على مستوى الوطن العربي كله يعني هي واجهة الوطن العربي لما حد من الأجانب بدي يشوف شو العربي بينشر على اليوتيوب رح يروحوا لأكبر قناة حيلقوها قناة للأطفال ولما بدهم يروحوا لتاني أكبر قناة حيلقوها برضو للأطفال لأنها قناة شفة اتنين وكتير يوتيوبر عربي بتكلموا عن محتوى شفة وأنا من خلال قناتي بطالب قناة شفة إنها تحذف المقاطع تبع الإفطار لأنه مش صح تنشروا للأطفال ويتعلموا هيك إشي وأنا بنصح الأباء والإمهات إنه يديروا بالهم على أطفالهم وهم بيحضروا لقناة شفة أو يريحوا حالهم ما يخلوا أطفالهم يتابعوها لأنها بصراحة بتخلي بعقولهم وكتير شغلات عملتها شفة ممكن تخلي أطفالنا يئذوا فيها حالهم أو غيرهم يعني مثلا لما شفة حطت الخرز في أنفها هيك أطفالنا ممكن يخنؤوا حالهم ويموتوا بسبب هيك تصرفات وعلى فكرة إحنا عملنا قبل هيك فيديو عن شفة واللي حابب يشوفه حيلاقيه بصندوق الوصف وبرجع بقول إنه شفة هي طفلة مائل هذم وإنه المسؤول عن قناة شفة هو اللي بتحمل الأخطاء الموجودة في المحتوى اللي بينزل على القناة وفي نهاية الفيديو ما تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة أهم شي فعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل شي جديد من قناتنا وكمان ما تنسوا تتابعوني على الإنستجرام حطت لكم الرابط بصندوق الوصف وبأول تعليق ومع السلامة بشوفكم بالفيديو الجاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر